اشتركوا في القناة وقد أرسلت بعضا من أشرافها على رأسهم عمر بن سالم وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يا رسول الله إن بني بكر أغارت علينا فجاءة حتى إننا فررنا منهم واحتمينا بالحرم فقاتلونا وقتلوا منا الكثير هناك فجئت أشكلك منهم وكريش نقدت صلحة الحديبية فقد ساعدت بني بكر علينا وأمدتهم بالمال والسلاح والرجال فانصرنا يا رسول الله فنحن في عهدك وماذا حدث يا عما؟ انصرف عمر برجاله بعد أن تأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينصر خزاعة لماذا لم تستشيروني في الأمر؟ لقد ارتكبتم خطأا كبيرا لقد رفضت القتال عند الحرم ولماذا وفقت على القتال منذ البداية؟ ألم تكن تعلم أن هذا نقد للهدنة؟ أم اشتقت إلى أن يمسك بك المسلمون مرة أخرى؟ أتتذكر عندما ذهبت إليهم مع سبعين شابا طائشا مثلك؟ فردوكم إلينا؟ وقد يأتوننا الآن بجيش لا قبل لنا به وما رأي لنا يا أبا سفيان؟ هل هلكت قريش وحق منا؟ عندي رأي ما رأيكم أن يذهب إليه أحد سادة قريش يحاول أن يقنعه بعدم قتالنا ويسامحنا لنقضينا العهد على أن لا نعود إلى ذلك أبدا ها لقد اخترتموني ها؟ نعم فأنت سيد قريش ولك هيبة وفصاحة لسان فاذهب يا أبا سفيان لعلك تكون سببا في الحفاظ على هيبتنا وهل قابل أبو سفيان رسول الله؟ لقد رفض رسول الله الحديث معه فذهب إلى أبي بكر الصديق يا أبا بكر تشفع لي عند محمد فهو لا يريد التحدث معي فلما وجد رفضه من أبي بكر ذهب إلى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ولكنهم جميعا رفضوا أن يتشفعوا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنه ذهب إلى السيدة فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ورجاء أن يجيره ابنها الحسن فقالت له كفر جربني أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا شعر بأن موجوده في المدينة لن يحل الأمر فانصرفها إذا إلى مكة محمد يجهز جيشا كبيرا وأنت لا تعرف وجهته أيها الفاشل لا قد حاولت سيدي إبليس ولكن لي يجب أن أعمل بنفسي فاعتمادي عليك من أكبر أخطائي سأذهب لأعلمك كيف يكون العمل ماذا نفعل يا سادة قريش هل نعد العدة للقتال لقد أوقعت قريشا في مأزق كبير يا نوفل لو كان سادة قريش منع عني الرجال والسلاح لا ما حارب ألم آتك يا صفوان وأنت يا عكرمة لأطلب منكما قتال خزاعة وأنتما وافقتماني فلماذا تلومونني الآن أصمت يا رجل ولا داعي للتشاجر ودعنا نفكر ماذا ورائك يا سهيل جاءت الأخبار أن محمدا ذهب بجيش إلى الجزء الشمالي للمدينة أحقا يا سهيل هي أخبار مؤكدة بالطبع يا عكرمة شكرا لله والعزة يبدو أن محمدا ذهب إلى الشام وعندما يعود منها بعد عدة أشهر يكون قد ناسي يا ولد هيا أملأ لنا الكأس واسق الجميع وأخضر لنا أفخر الطعام أما أنا فلا أصدق أنه قد ينسى ولسوف أتحسس أخبارهم دائما أراك سعيدا سيدي هل قضيت على محمد؟ العرفت وجهة جيشه التي كان يخفيها إنه متجه إلى مكة حسنا يا محمد أنت تحب مكة فالتمن بها فقريش ستنال منك أنت وأتباعك كيف ستنال قريش منه وهي لا تعلم أنه خرج إليها ستعلم آه أهو أحد أتباعك من قريش؟ لا بل من المدينة من المدينة؟ جاية لكل إنسان نقطة ضعف يمكن تطويعها لأمرنا حتى ولو كان صاحبها من أتباع محمد أنت أنت يا حاطب تفعل ذلك؟ أنت يا من حربت ببدر تفعلها تخون الله ورسوله؟ لا والله لم أخن الله ورسوله وهذه الرسالة التي أرسلتها إلى قريش أخبر فيها بخروج رسول الله إليهم لم أرسلها إلا خوفا على أهل في مكة وأين يقينك بالله يا حاطب؟ والله لم يتغير قلبي ولكنهم أهلي هم أهلي اللهم إني أشهد أني بريئة مما فعل زوجي أخيرا سنرى بيت الله وندخل مكة فاتحين بإذن الله نعم يا زيد إنها أحب الأماكن إلى قلبي وسوف نفتحها كما وعدنا الله ورسوله إن شاء الله ألم ترى حسن تخطيطه عندما أخفى الهدف الحقيقي من تجهيز الجيش وحتى نحن لم نعلم بوجهتنا إلا عند خروجنا من المدين ولا تنسى سرية أبي قتادة التي أرسلها بعيدا ليبعد عنا الأعين واتخذنا نحن طريقا آخر فلا تكتشف قريش وجودنا إلا ونحن فوق رؤوسين نيل أشعر بيقين في الله أنه الفتح المبين